فيت بيت تشارج 4 هل هي أفضل من ساعة أبل ام لا؟ والمقارنة جميلتها، وماذا اكتشفت فيها؟ أمور تفيدكم في اختيار واحدة منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم في حصل السيف والشارج 4 آخر سوارات فيت بيت بالشاشة الطولية بشاشة الكربون الصغيرة التي تعطي بعض المعلومات هذا السوار الرياضي المفروض أن يزيد لكم قيمة جداً كبيرة صحية ولكن هناك حيرة، هل نأخذ الفيت بيت أو نأخذ ساعة أبل ساعة سامسونج هواوي أو غيرها من الساعات الذكية؟ بحكم الانتشار العالمي، الفيت بيت والأبل واتش هم أكثر ساعتين رياضية وسوار رياضي منتشر بشكل كبير فأقلت أن أقوم بعمل مقارنة بينهم، وشفتوني على سناب شات ومختلف المنصات، بل حتى التلفزيون ونلابس ساعة وسوار، الشكل محلو، ولكن التجربة كانت مهمة، فلازم أتمامها فأقول لكم الأشياء التي اكتشفتها، ولكن قبل دعونا نتكلم على أشياء تقنية عن نفس الفيت بيت شارج فور النسخة الجديدة لها السوارة من فيت بيت التصميم مشابه للإصدار السابق، مع بانز قابلة للتغيير، يعني نفس السوارات قابلة لتتغير الشاشة من نوع الباكلت أوليد، وأيضاً نتكلم على موجهة للاستخدام مع الإيماءات بشكل كبير السوار مقاوم للماء إلى خمسين متر، ويأتي بـ Built-in GPS، يعني الـ GPS نفسه مدمج على عكس النسخة التي قبلها، وسأأتيكم بعدين في الفيديو بالمقارنة وأيضاً، السوار يحمل حساس لنبضات القلب بدون توقف طول اليوم، وهذه النقطة جداً مهمة بنتجي لها مع مقارنة مع ساعة أبل بالإضافة أنه يتبع لك السعرات والأشياء الأخرى التي تفعلها خلال اليوم، ولكن هنا لازم التطبيق يتدخل يظل السوار يحمل أكثر من 20 وضع للتمرين، وأيضاً يضعون أهداف من خلال هذه الأهداف، يعطيك شوية التزام أيضاً، خاصية تتبع النوم موجودة في السوار، ويمكن استخدامها مع تطبيق نفسه لتتبع النوم ومراحله والمزيد من المعلومات المتعلقة بنفس النوم أيضاً، السوار يوفر خاصية تتبع حالات المرأة الصحية مع استخدام التطبيق لتسجيل المعلومات التابعة لصحة المرأة وأيضاً، يجب أن تستخدموا نفس السوار لتحكم ببعض التطبيقات وبعض المحتوى الصوتي بطارية السوار المفروض تستمر إلى أسبوع، وهي على حسب الاستخدام، وعلى حسب استخدامكم لنفس الجي بي اس وأيضاً، تدعم تقنية NFC، ولكن خدمة الدفع لتفعل في المملكة بسكر رسمي، ولكن قريباً جاية بإذن واحدة أول نقطة للاختيار ما بين السوار والساعة، إذا أنتم محبين للرياضة، فت بيت بالنسبلي من أجمل الأشياء لو فيها خدمة الدفع، ستكون متكاملة بشكل كبير أحد الأشياء التي تنغص علي الأجهزة الذكية، هو الشحن المستمر لأن أحد أكبر الفروقات ما بين هؤلاء الأثنين، أنه هنا يجب لي كل يوم تقريباً أشحنها، وهنا يجب لي أشحنها في الأسبوع مرة والشحن أيضاً، سيأخذ معي وقت طويل الأمر الذي سيساند فيه تتبع النوم، لأنه ما الفايدة؟ إذا أنا قادة أضعها قبل النوم على الشاحن أو بعد أن أضعها على الشاحن وأفقد جزئية من الحركة فهنا أعرف أن تتبع الصحة بكثير أمرهم سيكون أسهل مع نفس الفيت بيت شارج فور فيت بيت شارج فور عن الثري ووجود الجي بي اس المدمج فيها، أعطينا فرق كبير بينها وبين النسخة التي قبلها والتي كانت تعتمد على الجي بي اس الموجود في جوالك، فأنت مضطرة أن تجعل الجوال عندك وتتابع الخطوات الجي بي اس من جوالك وليس منها، فهنا دمجوها فيها طبعاً ساعة أبل للإصدار الخامس يتميز بوجود ECG-في، وهو مراقب نبضات القلب على عكس الفيت بيت، ولكن تتبع النوم موجود على نفس الفيت بيت شارج فور على عكس ساعة أبل وللمفروض مع التحديثات، هذه الخاصية تأتي لأبل على حسب مؤتمرهم الأخير، دائماً تابعونا وسأعطيكم التحديثات أول بول بإذن الله دعوني الآن لمقارنة تفصيلية ما بين الساعة وبين ساعة أبل، فأقول أول شيء أن شاشة العرض أكيد مختلفة، ساعة أبل أجمل بكثير خاصية أنها Always On والشاشة تكون دائماً شغالة، أبل تبتكروا مع السلسلة الخامسة شيء يجعل هذا الأمر ممكن على عكس الفيت بيت شارج 3 الذي لا يوجد هذا الأمر الوزن في كفة الفيت بيت شارج 4، ولو تتحدثنا عن التنبيهات وإذا تريد استخدام الساعة الذكية للتنبيهات، انسوا فيت بيت المسألة للتنبيهات واللغة عربية، انسوا، ستكون تعقيداً لن طبيعياً ولكن إذا تريد التنبيهات والردود السريعة والاختصارات في نفس ساعة أبل، فهنا منظومة رائعة تطورت بشكل كبير التطور صرر في ساعة سامسونج وساعة هواوي ولكن تت Survey ما هو في ساعة سامسونج cent分 هنا نقطة مهمة، فإذا كنت تريد ساعة ساعة ذكية وتواجهكم هواوي، فأخذوا ساعة ساعة ذكية من هواوي اذا كنت تريد ساعة ذكية وفي ساعة سامسونج، فمن ذلكك انهixa ساعة دهكية من هواوي وإذا كنت تريد عن ساعة اليوم في تلك لساعة talked with iPhone Mexicida وحل натxide يا أبل بيبيizes Guru وتم أُسهار أفضلة78 لقد قمت بعمل فيديو في إصدارات كثيرة موجودة في القناة ولكن إذا تبغوا سوار رياضي، السوار الرياضي في خيارات كثيرة السعر هو الذي يلعب دوك الابل وات حوالي ٥٠٠ دولار والفيت بيت تدفع لها ١٥٠ دولار قيموا احتياجاتكم، البعض أنسب له ساعة ابل والفيت بيت أيضاً شيء مهم، كلما زادت الخصائص التقنية اللحظية في نفس السوارات الرياضية مع شاشة أكبر، البطارية تذهب بسرعة كلما قلت هذه الخصائص وإعتمادك عليها، البطارية تبقى أكثر بالنسبة لي، أقعد مع الساعة كمتتبع للرياضة، هذا اختياري أنا وهذا الشيء اللي لقيته ممتاز فأنتي يريدون أن تحددوا الشيء الأنسب لكم وأهم نقطة، يوم قارنت الاثنين بالتتبع اللحظي لمدة أسبوعين لقيت أن عدد الخطوات جداً متقارب ولكن مع تجربة زوجتي لنفس الساعة والسوار في نفس اللحظة لقنا أن التجربة مختلفة، ففيه فارغ كبير يريدون أن تتأكدوا من الفرق الذي كان موجود في لبس الساعة فعندما أضع الساعة بشكل مشدود، يكون الدقة أعلى عندما أضع الساعة لوس أكثر من الحجم المعتاد، سنجد الدقة أقل هذا الأمر ينطبق على الفيتبت، وينطبق على أبل واتش، ويظهر على كل الساعات الذكية لأنها أقرب لكم من ناحية الحساسية فلقنا أن المنظومة نفسها متقاربة جداً من ناحية نفس العدد الخطوات والسعرات إذا لبستوها بالشكل الصحيح أيضاً الأمر الثاني، التقارب هذا لا يعني أنه يجب خطواتكم 100% شربكم لكو بالقهوة أحياناً يمكن تغلط الساعة أو السوارة وتحسبك خطوة فهنا نعرف أنه عدد الخطوات هو شيء تحفيزي وليس شيء دقيق 100% إذا تبقى تعرف الخطوات وتبقى تعرف كمية السعرات التي تنحرك، هناك أشياء طبية تستطيع تسويها وأجهزة تركبها تأخذ الأكسجين مستوى الكربون الذي يطلع مستوى الأشياء، وأيضاً على التردميل تصبح هناك تختبر الفعالية الصحيحة الأدوات هذه مع الصحة تحفيزية وتقريبية للحقيقة، لكن يكون عندنا أرقام صحة فأرقامهم صحيحة وقريبة جداً للشيء الطبي، ولكن هذا لا يعني أنها تغنينا عن الشيء الطبي إذا احتجناه الأمر الأخير، نهاية الفيديو وكل فيديو، أتمنى أن يتوفق في هذه المقارنة وأيضاً الشيء الثاني، الفيت بيت، بالفعل منظومتهم جميلة ويعطيهم العافية والسوارات لتغير فيها، فتشعر أن نفسك غيرت نفس الساعة، ليس أن تبقى على رفس الرتم وتطفش قليلاً نهاية الفيديو وكل فيديو، سبحانك الله وبحمدك، أشهد الله، إلا أهلاً أنت، استغبارك، أتوب إليك الآن أريكم أن ترى فيديو عن نفس فتبت المقارنة والميزان ترى الميزان المازال موجود وعندهم ساعات أخرى، ولكن نرى الميزان زمن تغير فيديو اشتركوا في القناة